مما خطورة الوضع الوبائي في تونس وارتفاع عدد الإصابات المسجلة في عدة ولايات والانتشار السريع للعدوى بفيروس كورونا كل مرة نسمع بغلق منطقة من المناطق معتمدية من المعتمديات وآخرها نداء استغاثة من الدكتورة سمر صمود اللي كتبت تدوينه وقالت وقت لي عندك بلاصة واحدة في الإنعاش وليسمك تختار بينزوس واحد عمره خمستاش واحد عمره واحد وعشرين ربيعون الزملاء اللي في هذا الوضع هذه تدوينة خطيرة تكشف أنه اليوم الأطباء في تونس والليوي يختاروا لأنه معج فما أسرت إنعاش وأسرت أكسجين في المستشفية التونسية طاقة الاستيعاب وفيت ولكن إجراءات الحكومة والاكتذاض وعدم التزام المواطنين هما المسؤولين على هذا الوضع الخطير جدا سامير الويفي فارتاج تدوينه هذه لدكتورة سمر صمود وعلق لها وقال الدكتورة سمر صمود مستشارة سابقة لوزير الصحة السابق سعيد العادي تكشف الوضع الحقيقي وهو أخطر مما تعلنه الدولة يبدو أن الدولة تطبق بكل قسوة ووحشية خطة مناعة القطيع ولم يعد يهمها عدد ضحايا والناجين وتركت المواطن يتحمل مسؤوليته في حماية صحته وأنقاذ حياته الدولة استقالت من هذه المهمة وتركت التوينسا في مواجهة هذا الفيروس اللعين البشع من غير حماية في ظل إجراءات اجتماعية صعبة ومعقدة وعدم التزام المواطنين رب يحمي تونس ورب يستر تونس ورب إن شاء الله يفضلنا الناس اللي نحبوهم ردوا بكم وننسي كل على رواحكم ما تنسوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بشو صيلكم الفيديو القادم